المتعلق بالاستعدادات والتدابير المتخذة قبل أن نمشي القوانين جوابك على التدابير المتخذة هاد السنة دي الالفين وهاد الموسم الفلاحي الجديد كي يجي في واحد سياق المعروف صعب على مستوى سنتين متتاليتين ديلة أخر الأمطار واحد الصعوبات اللي خلت الحكومة أنها تدير واحد البرنامج بتوجيهات ملكية سامية اللي خصط له عشر المليار دي الدرهم اللي كان فيها دعم دي الأعلاف وكان فيها جزء دي التوفير الماء دي السمية الماشية وكان فيها تعويض على سنة دي الجفاف وكان فيها أيضا واحد المواكبة بالنسبة للقروض بناء على هذه الظروف اللي كلها صعبة وبناء أيضا على واحد الارتفاع كبير على مستوى الأسعار على الصعيد الدولي خاصة المجموعة من المدخلات الوزارة والحكومة بقيت محافظة على الأسعار دي المدخلات الوطنية هنا كانت تتكلم على الفوسفات وكانت تتكلم على البذور المنطقات بقيت في نفس الأسعار ولكن كانت هناك يعني دعم كبير فأولا كان انطلاق برنامج الرأي للموسم فلاحي برنامج الرأي في ظروف عادية بدواء الرأي بحل لوكوس والسهل الغرب وإلى غير ذلك وتفرطة وتخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي في انتظار تحسن المخزون السدود المائية تتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية وأيضا تقييد مساحات بعض الزراعات خاصة الخضروات والزراعات العلافية لأنها مهمة لتمويل السوق الوطني واعتماد أيضا الرأي التكملي حسب المناطق وتوفر المياه فبالنسبة للإستراتيجيات التي تعملت بالنسبة للجهود التي تعملت كان أولا على مستوى عوامي الإنتاج تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم بالنسبة للبضور الحبوب الخريفية تم تأمين 1.1 مليون قنطار من الحبوب المنطقات من أصناف ملائمة ودجودة عالية تم ايضا اعتماد شبكة التوزيع على مستوى مناطق المغرب اللي فيها حوالي 400 نقطة منها تقريبا 500 نقطة تابعة للدولة من أجل دعم الفلاحين تم تحديد الأسعار ديال هاد البضور 210 درام بالنسبة للقمح و290 بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 بالنسبة للقمح السلب أيضا على مستوى الأسمدة سوف يتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة تقريبا طلبه واحد ل500 ألف طن والسعر طبعا الأسعار دائما مدعمة وتبقى في نفس المستوى بالنسبة للزراعات الخريفية الزراعات الخريفية مهمة فتم تبرمجة مساحة إجمالية تناهز ربعة فاصلة خمسة مليون هكتار منها ستة مسقية ويمتل منها القمح اللين حوالي 35% كان برنامج هكتار اللي تكلمت عليه نفس الشيء بالنسبة للزرع المباشر اللي معروف بأنه ما كيتطلبش واحد للإمكانيات مائية كبيرة جدا فعلى مستوى التأمين الفلاحي تم يعني توسيع المساحات باش يشاركوا ويسهموا يعني يستفدوا منها الفلاحة بحوالي المؤمنة للحبوب القطاني بحوالي 200 ألف هكتار لبلغ تأمين 1.1 مليون هكتار في إطار تأمين المتعدد المخاطر بإضافة إلى تأمين 50 ألف هكتار من الأشجار المتمرة من بعض المخاطر بحلات الرياح إلى غير ذلك صندوق التنمية الفلاحية ما زال كيستمر في إعطاء المساعدات للفلاحين مواصلة الدعم المخصص للجهيزات متعلقة بالسقي على مسافة مساحة 350 ألف هكتار حتى لسنة 2017 إرساء إعانات جديدة خاصة بالنسبة للشباب في أراضي الجمع مراجعة الإعانات وفق العقود للبرنامج وأيضا من المرتقب أن تصل مجموعة هذه الإعانات كلها 3.7 مليار درهم من أجل الاستثمار الإجمالي يناهز 7.4 مليار درهم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي